تسريب جديد لوزير خارجية لبنان عن السعودية وأول تعليق من عبدالله أبو حبيب على مدار الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات جديدة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب تحدث فيها عن المملكة العربية السعودية التسريب اللي تحدث فيه عبدالله أبو حبيب تدولته وسائل العلامة السعودية في سياق سقوط الأقنع المزيفة واستمرار الأزمة بين رياض وبيروت التسجيلات المصربة كانت من ضمن تصريحات صحفية أدلة بها عبدالله أبو حبيب لمجموعة من الصحفيين على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع المملكة حاول التراجع عنها مطالبا إياهم بإغفاءها وعدم نشرها بعد أن نصحوا مستشروب التراجع الفوري عنها لألا يثير المزيب من الغضب في الشارع اللبناني المختق على حكمة وسياستها وتخبط وزراءها وزير الخارجية اللبناني بدأ منفعلا من القرار الخليجي وحاول اختزال الأزمة في تصريحات جورج قرداحي اللي بيراها اختلافا حين عاد إلى تصريحات سلفه شرب الوهبة مبررا بقوله حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدر السعودية مضيفا إذا كنا لنستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصل من المملكة لا شيء سيطلبون أمورا أكثر بل إن حديث الوزير تطرق إلى تبرير تهريب المخدرات وتصدرها عبر بلاده إلى السعودية أن سوقها للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها وخفف أبو حبيب من أهمية الدعم المالي الخليجي معتبرا أن المساعدات المهمة كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي أما مساعدات السعودية فليست للدولة بل أعطيت في الانتخابات وأعطيت كمساعدات لهيئة الإغاثة بعد 2006 التي لا نعرف أين صرفت لكن الدولة لم تأخذ منها شيئا وتأكيدا على حديث وزير الخارجية السعودي الأمير فايصل بن فرحان بأن الأزمة في لبنان ليست مع لبنان أشار أبو حبيب لأنه حتى لو أقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجرج قرداحي فسيدخلان في أزمة داخلية مع سليمان فرنجية فسيدخلان في أزمة داخلية مع سليمان فرنجية وانطقت بو حبيب سفير المملكة في لبنان وليد بخاري لأنه لم يهاتف عند اندلاع الأزمة الأخيرة واتصل السفير بخاري بمستشار رئيس الجمهورية متسائلا بحرقة لماذا لا يتكلم معي والمح الوزير لأن ابتلاء بلاده بمرض حذرت منه السعودية مرارا وتكرارا تنظيم حزب الله إذ قال المشكلة مع السعودية إذا أخوك مريد في إشارة إلى لبنان مريد بحزب الله لا يمكنك أن تقول لي كلمني عندما تشفى أنا لا أستطيع أن أشفى ولا أستطيع علاج المرض ولم يتردد في تأكيد على أن حزب الله مشكلة في لبنان وللبنان طائلا الأمريكان كانوا يضغطون بشدة خلال عهد ترامب وبوجود وزير الخارجية بومبيو ويطلبون مننا التخلص من حزب الله إنما كيف يمكن التخلص وقلت لهم مرة ابعثوا مئة ألف مارينز وخلصونا رد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب على تلك التسريبات وقال إن المقابلة التي تم تسريبها كان الهدف منها السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى طبيعتها وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله كنت أتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الأزمة بدل نشر سرديات مكتزئة ومغنوطة تصوب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور الطلاقي علما أننا سنصدر توضيحا مفصلا حول الموضوع نأمل من كافة وسال الإعلام أن تكون وسيلة لتقارب لرأب الصدى والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الأخوة والأشقاء العرب ترجمة نانسي قنقر